اشتركوا في القناة نظمت جمعية الخالدية الشبابية بالتعاون مع أيزك البحرين ورشة عمل بعنوان تبادل مهارات القيادة بين الشباب من مختلف دول العالم لتناقش فيها مواضيع مختلفة تثري من خلالها أفكار الشباب البحريني وتساعده على تقديم المزيد من الأفكار الإيجابية التي تصب في صالح المجتمع كأول ورشة عمل بتكون مع جمعية الأيزك لتطوير المهارات القيادية من برامجهم أنهم يبقون المهارات العالمية إلى البحرين ومن دورنا ندمج الشباب البحريني ومهارات الياية يكتبون خبرات عالمية وصغلون مهارات القيادية نحن أيزك البحرين نستقطع بالخبرات القيادية من الخارج من خلال المشاركين في برنامجنا من مختلف دول العالم المندرجة تحت منظمة أيزك وطبعا الهدف من الورشة اليوم هي تبادل الخبرات القيادية بحيث أن الاستفادة تعم شباب البحرين شباب من مختلف دول العالم زار البحرين حاملا معه طموحات وآمال أفكار وخبرات اكتسبوها من حياتهم العملية في بلدانهم فرغبوا في مشاركتها مع أقرانهم من البلدان الأخرى آملين في ذات الوقت أن يتعلموا من زيارتهم للمملكة أمورا جديدة وثقافة متنوعة جاءت زيارتي للبحرين للتعرف على المزيد من الثقافات المتعددة والمتنوعة بالإضافة إلى قراءة تجارب الشباب البحريني وما يتمتعون من أفكار متميزة ورائعة مشاركتي هذه ستساعدني على تنمية مهارات القيادية والتعرف على الكثير من الأمور من خلال تنوع الأفكار التي اكتسبتها من كافة الشباب المشاركين في الورشة ومن جهة أخرى فإن مملكة البحرين بلد منفتح وبإمكاننا التنقل فيها بكل أريحية هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها البحرين ورأيت كم هو بلد عظيم ورائع ويتمتع بتاريخ عريض وثقافة متنوعة تعرفنا عليها من خلال اللقاءات المتواصلة التي تمت مع الشباب البحريني في هذه الزيارة عشقي للسفر ورغبتي في تطوير نفسي دفعني لزيارة البحرين والمشاركة في ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الشباب البحريني بشكل خاص وأيضا شباب العالم بشكل عام إضافة إلى التعرف على حضارة البحرين وإيصال رسالة تقول إن بلدي باكستان بلد منفتح على الثقافات التعاون بين الجمعيات الشبابية في البحرين يتيح الفرصة أمام الشباب للاستفادة قدر الإمكان من تلك الورش والفعاليات خصوصا وإن البرامج المشتركة تساهم في تقوية العمل الشبابي وترتقي به ليصبح نموذجا يحتذا به في كافة المحافل المحلية منها والعالمية خول لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين